بالله بشيء الان شباب أرسل صورة في احده القربات لأحد الزملاء وهو يلقي دورة صيفية لبعض الطلاب الله فجاب خاطر كلمة واحدة فقط يعني وقتها تعليق على الصورة العطاء ما أجمل العطاء يا شيخ ما أجمل العطاء واحد إذا فعلا قدم شيء سواء لأهله، الأولاده، لزوجته، لمجتمعه، لأسرته وبعدين يعني يستلذ بهذا العطاء العطاء له لذة يعني لا يعدل هالشيء ولا الله أكبر وهذا فيها كلام يا أخي أنت تحس يعني سبحان الله بعطائك للناس بدخولك على الناس بخدمة الناس بقضاء حوائج الناس يا أخي ما هي بسهلة أنت نفسك أنت تنبسط خل عادل لي بل يعني تمنى أن الناس كلها تعطي يا أخي بس لا تطلب مقابل هذا العطاء يعني حتى كلمة شكر أو كذا خلها تجيش سماوية هنا أخوك خلها فوق يا الله أعط في الأرض ويعلم رب السماوة إرم المعروف يقولون شيبانا في البحر وخلها وستجده بل يعني ذكرتني أنت الآن بقصة دارت وسمعتها يقولون بذاك الولد يدرس في الجامعة الله جوه ضيفاء ويوم جوه ضيفاء الرجال مام على ستمائة ريال مدري سبعمائة ريال القيمة إيش العشاء العشاء ذاك الذبيحة وخاذها وثمممية ريال وراح بالذبيحة وودها للمطعم قال تكفى جايني ضيفاء وريجين عجلين والعشاء خله لي بعد إيش بعد العشاء لا تخيري لي قال خير إن شاء الله خال الله قال ما معك الله تسعة ونص عشر إلى ربع تعالي وبش راح الرجال مع ضيوفه وسامرهم وسولفه يوم جاء صلاة العشاء وبعد الصلاة زرق الرجال يبغى إيش يجيب إيش يجيب العشاء يام جال البلدية مقفلت المطعم أشهد يا رجال وهي الحظ الحظ عاد ويدور ويحدر ويسند ويلفي مين ويلفي سار وذاك يحتريه الضيوف ومو الصينة الضيوف يحترونه يا ولده يقوم يدور على المطعم ما جنبه مطعم ثاني لكن الرجال ما عاد معه إيش ما اخرج ما عاد معه دراه سيونة خلاص يشتري ولا هو يام قام يحوس ويروح عند المطعم يا هل البلدية طيب ذي بيحتي قالوا المطعم لقينها متسمم وذا الحين ما في والله لا أنت ولا غيرك بيأخذ يا أبو يا سيدي وله يوم يوصل هناك ويرجع ويوصل ولعبه ذاك الشاي بيتفرج فيه ويلزم قال ولدي أنت وش عندك أنت أنت تعلم حايص رايح جاي وش العلم قال جاني يضيفان وحطي ذي بيحتي في ذا المطعم المقروض ولا أراد الله أنه تظهر علي قفلت البلدية ذا المطعم قال طيب قال واش أدور لي ذي بيحتي ثانية ولا معي حتى ما عنده سيونة قيمة قال الشاي بيرجال عين خير عين خير قال وين الخير في ضيحتي في الشيبان والربع ذا اللي أنا عازمهم قال يا ولدي أنا مسوي ذي بيحتين ومحتسن ضيوف واجد ولا جاني يلا ضيوف قليل وذي بيحة واحدة بتكفين ذي بيحة لك تراها هدية من عندي يا الله لك يا الله يا سلام الولد في حلم يا الله ولا في علم قال خذها أكرم ضيوفك يقول من الفرحة لقت الصحان ولقت يقول حتى ما راد الله أن يتعرف على الشاي أو أخذ عنوانه أو أخذ رقمه أرد له جميلة يقول وديتها الضيفاني والطلي أكبر من طلي وعشان أجمل من عشاي اللي بغا تجيبه يقول وراد الله أن تعشى ونعاينه دول للرجال لا والله مدري كيف فاتني يقول راد الله أن يتوظف وتوظف في مكان مرموق يعني يقول في بزارة الداخلية وعند نائب وزير الداخلية يقول مسكرتير وأخلص أوراق سنتين مدري ثلاث أربع يقول لا والله الشايب اللي دخل علي لا والله ينظر في راسي هذا الشايب صاحب وش عندك وش مشكلتك قال ولدي عليه دين مئتين ألف والله ما جد هيا ولدي وأنا ذا الحين ورطان وأبغاهم يعفونه ومعسور ومعسور وأبغاهم يعفونه ولا يسووا لي شيء قال بشرب الخير قال الحين أنت جيتنا في آخر الدوام لكن تعالنا بكرة صبح وبشرب الخير ودك تعشى معي يقول حلفت علي بكرة الساعة ثمانية ثمانية ونص وينت عندي يقول جاني ثمانية ونص لا والله يوم جيت له قبله المكتب يقول ومسكه وكتب لذاك المعروض أنا بيدي الله وأضبط المعروض باسمه برقم هوية الولد وكل شيء يا صلاة وأنا أدخل على المسؤول حق الداخلي قلت أنا عند الله ثم عندك يا طريق العمور قال بش فيه يا فلان أبشر بالخير قال قصتي كذا وكذا 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 قال أبشر بالخير أبشر من يسدنا عن أولده ونزيده حتى ونعطيه ويقول يكتب شيكل للولد وشيكل لهو ويظهر عليه كيف يا ولدي قال روح أنا تراني صاحب الطليل اللي أنت عطيتنيه والله راد الله أن يرد المعروض يسلمون على بعض يقول الشاي بنزل الدموع يقول الله ما توقعت هذا الرد لكن الوفاء والمعروف عندما تعمله يرجع لك والله تعالى يا أبو عبد الله والله يقصم معبرة فعلا الله تعالى إذا أعطى أدهش صحيح يعني هو كان يظن يقول ذبيحتي هزيلة وصغيرة فم الله رزق بشيء لو خطت ونظم واستفزع بزملة لا يبا لا يبا مستحيل لكن الله إذا أعطى أدهش لا أجمل الوفاء الله الله يعني صناعة المعروف تقي ومصارع السوء نعم